بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله يومكم بكل خير أخباركم يا رب طيبات اللهم رحم والدي وموتى المسلمين جميعا رب يجعل قبورهم روضا من رياض الجنة اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وحشتوني قد الدنيا برغم أنه بيني وبينكم يوم ولكن شا سوي عاد أحبكم الله يسعدكم الله يحفظكم أحبكم في الله ولله دائما وأبدا اليوم بإذن الله تعالى معنا فيديو كل تركيزنا اليوم على الطاولة هذه مليان عندنا شغل الفيديو طويل الفيديو ممتع متأكدة بإذن الله تعالى أنك راح تستمتعين قبل ما نبدأ أعطيني اللايك صغير يشجعني ويحفزني ويدعمني طقت أصبع مضرك الشيء بشيء بس تقترح قناتي على سطح المكتب برضو كمان جيبي حاجة علشان تشربينها وعلشان تكيفين عليها ويلا كذا مع بعض خلونا نبدأ على بركة الله فيديو اليوم قبل ما نبدأ الفيديو أنا حابة أعرفكم على قناة فلوغر حسحوصة أصلا قناتها غريب وحلو غريب صراحتا استنكرت الاسم بالبداية بس بعدين حسيته خفيف والذين المهم قناتها يا بنات عبارة عن روتينة طبخات أكلات يومية تسوق شراء وهكذا متأكدة بإذن الله تعالى أنكم راح تحبون قناتها كمان أكيد أكيد راح أخليها تعرفكم عن نفسها وراح تشوفون أنتم بنفسكم يعني القناة حقتها أتمنى يا بنات تدخلون عندها وتشجعونها وتقولونها جايينك من طرف أمسارونا الله يوفقها يا رب أخلي كل بياناتها في صندوق الوصف وأول كومنت مثبت تعالوا نشوفها مع بعض مرحب عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم معاكم في لغة رحصوصة غناتي عبارة عن رحلات وكشتات ومنوعات كل شيء يعني في لغات عناية في لغات ترتيب في لغات روتينات كل شيء في طبخ راح تكون غناتي متنوعة عن كل شيء فأتمنى أنكم تدخلون عندي بالغنى وتشتركون تحطوا لي لايك وتشجعوني وأحب أشكر أمسارونا كل الشكر لها أنا من متابعينها صراحة وأحبها مرة أم عمدتني الوصول أم ينخل أم كعبة ويغضوف أم دكتور ودور أم أحلمني الهوار أم ما تعرض حقق أم أحلمني الوارن تكون حول عمر إزها وكلانا متنقل يلا الحين كذا على بركة الله خلونا نبدأ الفيديو طبعا شفتوا معاي المرة اللي فاتت بالفيديو اللي فات حنا نزلنا الساكو وجبنا هذا الحوض الطويل اللي أطول من راسي وأطول من حياتي جبتوا ليش علشان أبغى أزرع فيه طبعا أنا عندي أصيصين بالفيديو اللي فات شفتوهم يعني الأصيصين هذولا كانوا جم بعض فيهم بوتس بس مع الأسف وقف نموهم وبهتو فجبت لهم هذا الأصيص الكبير جمعتهم فيه غيرت لهم التربة وزرعتها وزي ما قلت غالبا بعد ما تزرعي راح يموت عندك نوعا ما شوية منهم لأني أنا فكت الجذور وإذا فكيت الجذور طبيعي راح يصير فيه قطع راح تنقطع بعض الجذور على النبتات فالبعض راح يضعف ويموت وهذا الأمر طبيعي جدا وبالفعل تقريبا ثالث يوم مات عندي نبتين منهم فشلتهم خلاص كذا رشيت عليهم مي ورجعتهم جديدات ومسحتهم جيت الحين وأخيرا هنا الأحواض الشباك كنت مشتري أحواض الشباك بس بعد ما شفتهم رجعت التربة كذا قلت إيش العقل لم تنك هذا الأحواض ما هي مفتوحة من تحت يبغى لهم أيش يبغى لهم خرب فعادي يجبين الولاعة اللي عندك تضقينها كذا من تحت حين أوريكم كيف شايفات وأبدأ كذا أفتح الحوض من تحت طبعا فتح الأحواض مر مهم علشان ما يصير فيه تعفن ويبقى المي داخل كذا داخل الحوض ومع الأسف يبقى يبدأ يصير أو تبدأ النباتات تعفن فعادي بولاعة لو ما معك هذه الولاعة على النار الله يربي يجيرنا ويجيركم من النار تجيبين مفك تسخنينه كذا على النار وبعدين تخرمين الأحواض من تحت وتفتحينها طبعا زي ما تلاحظون الأحواض نظيفة لأني غسلتها لا أرضى بالقذورات رحت غسلتها ونشفتها يعني جبتها من المشتر أصلا كانت مليانة راب ما أدري كيف وين كان ضميري لما كنت أغسرها فيها أول مرة هي وصخة فصراحة غسلتهم بالصابون ونشفتهم عندي المغسلة حكتي مرة غفيتها يا بنات مرة مؤذية مغسلة المطبخ عندي واللهي مو علشان مكانها لكن نفس الحنفية هذه الحنفيات اللي تكون الصنبور حكيا ينفتح على قدان ما هو رولات من يميني من يسار هذا مرة مزعج مرة مزعج فلما بغسل حاجة كبيرة تسحب معها الحنفية وتفتحها وعقات العكس وعقات تسكر عليه المي فموضوعها مرة مزعج وبإذن الله بعطيكم بعض الملاحظات إذا حبيتوا تفصلون مطبخ بعض الأشياء اللي تتجنبونها وبعض الأشياء اللي تسوونها جيت هنا زراعت وعبيت كل الأصايص اللي عندي بالتربة اللي أنا جبتها معاكم المرة اللي فاتت وبديت أبغى أزرع فيها هذه البذور هذه البذور كانت جيتني من متابعة هدية من متابعة وم متابعاتي أم سعود اسمها الله يجزاكي خير يا أم سعود ومريم والله يا رب يحفظ لك سعود ويحفظ لك مريم يا حبيبتي وجزاكي الجنة طبعا يمي يوتيوبر والشيء متابعة هدية فأرسلت لي هذول البذور الله يسعتها يا رب عفوا فقلت يلا بازرعهم بالأحواض عندي طالما إيش طالما زراعة بدت يعني لحابة زراع يفترض أن زراعها تقريبا كذا من أسبوعين أو من أسبوع ونص فيمديكي الحين تزرعي بديت كذا والله أزرع أشكال كثيرة أول شي الزراعة تشوفوا الأحواض اللي فيها عمق جذورها راح تقوى وتكبر زراعت فيها الأشياء الكبيرة زي إيش زي دوار الشمس حطيتوا فيها يعني وبديت كذا بأصبعي أخرب وأدخل النباتات بعض البذور أنا والله ما قد زراعتها في بيتي ولا مرة ما قد سبق وزراعت بعض البذور في بيتي مرسلت لي خيار ومرسلت لي بندورة وطلعت عندي تذكرون كنا نقطف منها في بيتي الأول بعض الأشياء زراعتها بعض الأشياء صراحة أول مرة زي الخيار زي الفلفل الحلو فهي مرسلت لي منهم اللي حسيت أنه طبعا هي مرسلت لي بذور كثير الله يتزهل جنة فحاولت على قدر أن كان وزوحهم بالأصايص اللي عندي الكبيرات أحطهم بأصايص صغيرة والصغيرات يعني اللي أحس أنها ما لها جذور أحطها بالأصايص الثانية طبعا زي ما تشوفون هنا عندي هذا عندي مرسلت لي ريحان فكانت هنا مرسلت لي ريحان الله يتزهل جنة شايفين هذا الحقات الشباك كنتم أخذ الواحد بعشر ريالات علقتم على الشباك بالحديقة عندي وزراعت فيهم بذور الريحان طبعا أني متابعاتني من قرب يدرون أنه أحلى نبتة عندي هي نبتة الريحان قدمة هي حلوة وقدمة هي جميلة وقدمة هي رقيقة ورحة هاي بنات تهبل أذكر أبوي الله يرحم ويغفر له كان عندي رسالة من أبوي الله يا رب يغفر له كاتب لي فيها إلى ريحانة قلبي الله يرحمك يا أبوي يغفر لك الله يوسع عليك في قبرك الله يبدلك دار خير من دارك وأهل خيرا من أهلك آمين يا رب العالمين وأموات المسلمين جميعا المهم زراعت كذا بالأصايص اللي قاعدين تشوفونها وزعت كل البذور اللي عندي الله يتزاكي خير يوم مسعود والله يحرم هاليديني يا رب على النار اللي عبتلي البذور والأكياس كتبت عليها الله يتزاكي الجنة والله يوفقيك والله يحرم يدينك على النار يا ربي يا كريم المهم حطيت البذور كذا وقفرت عليها من فوق وزي ما تشوفون قتحط الأكياس علشان ماتوه مأيني أكون عارفة إيش البذور ما عليش يا بنات ما عليش أنا آسفة علشان أعرف إيش البذور اللي موجوده داخل الأصايص شايفين والله ما في أحلى من الزراعة وما في أجمل من الزراعة وما في أجمل من ريحة التراب ولا في أجمل من أنك يعني تعملين بيدك سبحان الله اليد فيها بركة كمان كان عندي هذا الأصيص الصغنون حق الشباك حطيت فيه شوية بذور عشان إيش بحط فيه ريحان كنت أتمنى أحط شي متدلي بس ما حطيت كذا والله ما زرعت باحترافية قلت اللي يطلع يطلع واللي يعيش يعيش واللي يموت يموت حاولت يعني أزرع طاقة من الزراعة بس حرام يعني بيذوروا عندي وكذا قلت أزرعهم ليش لا كمان هذول اللوحات تذكرونهم اللي جبناهم من شيئ اللي تكتبون عليهم اللي موجود داخل فأنا عيش جبت هذول اللوحات بحطهم داخل الأصيص علشان كمان أعرف ايش اللي موجود داخل الأصيص ما أزرع ويكون كذا على يعني على غبائي ما أدريوش اللي موجود جو ولا جبت هذول اللافتات كتبت عليهم وبديت عيش بديت أحطهم داخل الأصيص زي ما تشوفون وزعتهم بكل الأصيص شايفين منظرهم أحلاكت والله مخضتهم بسعر رخيص كانوا قرابة 15 لوحة أو 10 لوح ما نعارفه وكان سعرهم تقريبا 9 أو 10 ريالات ما هم غالين الحين تعالوا معاي وين تعالوا معاي للمطبخ ايش بغانت سويني يوم سورونا اليوم بإذن الله رح سوي معاكم تتبيلات الدجاج أنا جايبة عندي هنا أربعة كيلو صدور دجاج مخلي مخلي من العظم بحابة أسوي معاكم تتبيلات مفيدة وتتبيلات حلوة بإذن الله تعالى تفيدكم طبعا زي ما قلت لكم أنا جايبة عندي هنا يا بنات أربعة كيلو تمام أربعة كيلو من من صدور الدجاج المخلية خلاص طيب ايش بغانت سويني وامسارة بقسمهم على أربعة حلو قسم واحد بقطع نفس تقطيعة الشورمة اللي هي تقطيع النعمة الرقيقة وتسوي مع بعض بإذن الله تعالى تتبيلة شورمة متأكدة الليك راح تقولين هذه ألث تتبيلة أنا كليتها وبرضو راح أسوي بعاقل تتبيلة الشيش طووق أما القطع الثانية ما راح أتبلها قطع بخليها قطع كبيرة عشان لو حبيت استخدمها بأي شي وقطع ثانية صغنونة عشان لو حبيت أسوي إيدان بالدجاج ولا شي يكون عندي قطع صغيرة القطع الكبيرة عشان لو حبيت أسوي مثلا مثلا صنيت بطاطا بالفرن حبيت أسوي صنيت خضار بالفرن ما نحاب أطلع من الدجاج اللي عندي أطلع من هذا الفيلة ما في إشكالية تمام فاليوم بإذن الله تعالى راح نسوي مع بعض أربع أنواع من التتبيلات حلو قطعت كثة صدور الدجاج زي ما تشوفون فيهم الناعم وفيهم الكبير وفيهم الصغير قلت لكم التكسيمة اللي أنتم حابينها هذه يا بنات الأشياء والله العظيم تفك عليك أزمة من اللي فينا ما يمر يوم تكون تعبانا صراحة يعني أخطوصا بالليل تكونين طفشانا والله ما لك تتطبخين هذا الطبخ بحد ذاته صداع للمرأة كل يوم تفكر وش يسوي فطور وش يسوي غدا وش يسوي عشا أحس الأشياء مرة تتعب مرة تتعب فقلت خلاص يعني أتبلهم وحطهم عندي لاش تهينا والله إني أمس كنت مرهقة أنتم تسمعون صوتي طبعا أنا أنا على آخر أيام المرض طبت الحمد لله بس أكيد أنا الحين مرحلة التعافي فكنت ما لي خلق أطبخ أيش سويت طلعت والله خبز من الفريزر من عندي صخنت الخبز طلعت تتبيلة الشورمة سويت سندويشات عبيت للمعاصير معاها واللي يبغى شاي واللي يبغى شي وعطيتهم وخلاص وشكرا لا وقفت عند الغاز لا قطعت دجاج ولا تبلت ولا أحزت حالي تتعفر الدجاج زفر وتقطيعه مؤذي من لي لك يعني وقال ليك حساسة معاها لأنه في مادة السلمونيلا فلازم تكون حذرة فصراحة سالفت وسالف وبعدها لازم تحقمين السفنجة وأنا صراحة أرميها بعد ما يعني أقطع كمية كبيرة زي كذا من الدجاج صراحة أقرف من السفنجة ولا أعقمها ولا شي لزبال الله يكرمكم لكن إذا كانت حاجة بسيطة زي ملعقيا زي شوك زي شي لا أعقم إلا السفنجة يعني فما مادة السلمونيلا خطيرة فليش أتعب نفسي خلاص مرة واحدة أنا أسوي كل التتبيلات وحطها بأكياس وبالفريزر ولاشتهي طلعت كيس واستخدمت جربوا يا مانات الطريقة هذي والله إنها بتفك عليكم أزمة الحين جيت إلى التتبيلات الأربعة شوفوا القطع اللي فوق الكبيرة هذول ما رح أجيهم بس بجري التتبيلات للقطع الثنين اللي هي تقطيعة الشورمة واللي جنبها تقطيعة الشيش طاوق خلونا نبدأ أول شي بتتبيلة الشورمة كلهم رح حطهم نفس الأشياء عش حطيت حطيت زيت زيتون حطيت لبا رايب مو زبادي لبا رايب ما عنديك عادي حطيت زبادي حطيت شوية بصل بودرة وكمان حطيت خردل شوية خردل وشوية طحينة حطي شوية خردل وشوية طحينة أنا هذي اللي عندي خردل بالطحينية يا الله يا بنات نكتها ما هي طبيعية ما هي طبيعية ما هي طبيعية كمان حطيت هذي بهارات بهارات البديل الماجي هذا بديل الماجي حطيت شوية كمان يعني تحطين بهارات الدجاج بديل الماجي بصل وتحطين لبا رايب وكمان تحطين خردل وتحطين طحينة حلو أما على تطبيلة الشيش طاوق رح حط ملعقة كبيرة من هي دبست الفليفلة عملتها معاكم فيديو من الفيديوات مرة مهمة وتفرق يا بنات بالطعم الفرق بين الثنتين دبست الفليفلة فقط بحقة الشورمة كلهم ايش حطينا فيهم بالعشوائي شوية لبن لبن رايب انا احب اللبن الرايب اكثر من الزبادي يعطيناكها مرة حلوة يعطي حموضة لذيذة وكمان احط زيت زيتون فرات الدجاج شوية بديل ماجي وكمان احط شوية طحينة وشوية خردة ويحرككم كذا مع بعض وكمان يا بنات نسيت نقطة انا على تتبيلة الشورمة حطيت مية مخلة شوية من مية المخلة المعتادة المية مخلة للمعتادة جربوها ولا تنسوني من دعواتكم والله ان النكهة خرافية النكهة من جد خرافية طبعا احنا كنا بالليل هنا خلاص انا كنت مرهقة قلت اتبل الخلطات ودخلها وين اتبل الخلطات ودخلها للثلاجة هذه تتبيلة الشيش طاوق وهذه تتبيلة الشورمة قلت احطهم ليلة كاملة بالثلاجة وثاني يوم اوزحهم بالاكياس علشان ياخذوا الحقهم من التتبيلة لاني بوزحهم الحين كاني كنك كيف وزيت مغزيت يعني تمام اما الشيش طاوق اما العفوا القطع الكبير اللي فوق هذه لا اكيسها قبل انام لما في داعي حطها اصلا يعني بالا ما في داعي حطها اصلا بالثلاجة بدأت كذا قسمهم على اكياس ايش اقول لكم يا بنات ايش احكي لكم والله اني افتح فريزري يعني شوفوا كيست معاكم اللحمة سويت معاكم مرقة عفوا ان اللي هي المرقة التسبيكي حق البندورة فرزنت معاكم الفطر فرزنت معاكم الزيتون فرزنت معاكم الذرة فرزنا مع بعض الخبز قسمنا مع بعض اللحمة قسمنا مع بعض الشوفوين الدجاج قاعد يسوي شيش طاوق فرزنا البامية الفصولية افتح فريزري حس اني ما يحتار كل شي قريب من ايدي والاحلى من كذا انه غالبيته منقطع تمام ومرتب وامتبل اطلع بس انا اختار واش اسوي لان والله تمر اوقات مالعش يا بنات انا اسفل تمر اوقات والله ما تدرين واش تطبخين هذه الحيرة عادة تنغث منها كل المرة ايش اطبق ايش اسوي ايش اعمل سالفتها سالفة صراحة المهم وزعت كذا قطع الدجاج وين وزعت كذا قطع الدجاج داخل الاكياس هذه الاكياس واحدة اسألتني قالت لي يا ام سارة وش اسم الماركة روحوا القناة الثانية انا عارفة ان القناة الثانية من قصرة فيها بس قلت لكم علشان كنت مريضة وتعبانة لكن باذن الله برجع لها فهينا حطيت قسمت الدجاج وحطيته والاكياس هذه انا مطلعتها في قناة تكتكات وحكايات مطلع الاسم ومطلع كل حاجة عنها ومتكلم عنها بالتفصيل والسعر ومكان الشراء وكل شي حلو خلاص كذا خلصنا وبديت عيش بديت الحين اوزع الدجاج زي ما تم شايفين بالاكياس واغلقهم وخلاص احطها بالفريزر على فكرة تراها مغسولة انا غسلتها بالفيديو اللي فات معاكم فيديو قبل اللي فات غسلتها معاكم وصلناها بالخل وصلناها بالطحين وريتكم اياها انا ما حب احط صراحة بالله يعني البعض احس بغسيل الدجاج فيه كل واحدة طبعا حرة يحطون ورق لورة ويحطون ليمون ويحطون ما ادري ايه شو زنجبيل انا والله يحط ملعقة الطحين وتكت خل واذا ما عندي خل عصرة ليمون وخلاص وبعدين اشطفه وفي ناس اصلا محبوا نغسلون الدجاج هو اصلا يعني علميا انه الدجاج ما ينغسل على فكرة لان مادة السلمونلة تتطشر كذا تطش وهي مؤذية ف بس نفسيا سبحان الله ما ترتاحي نفسيا ما ارتاح الا اغسل الدجاج ما ادري ما تتقبلوا نفسي يعني فاهميني فالمهم جبت الحين الاكياس ابغى ابدأ كذا ايش قد افتح الاكياس يعني بغرف بيدي وما بغى يبدأ ينقض ويسيل وابغى ابدأ وزحهم وين ابغى ابدأ وزحهم بالاكياس اللي عندي طبعا هذي اللي تحت اللي انا حطتها تحت الصحن اللي السفنجة هذي اصلا وصخة مية وصخة كنت حطتها تحت 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 ايش يا امسارونة تحت الاطباق اللي كنت اغسلها فيبغالها غسيل فاهميني خلاص بديت كذا اوزع اوزع التتبيلة الشورمة ما احكي لكم على طعمها صح انا حطيت تكت ملحي يا بنات لسيت اقولكم انا حطيت تكت ملحي شي طبيعي ملح فلفل اسود هذي الاشياء حسن عادية يعني تحطينها بس النكلة خرافية طيب يا امسارة كيف انت تسوينا انا ببنات ما سويها على النار انا حطها على صنية وارش عليها رشة زيت بسيطة ودخلها للفرن او بالقلاية الهوائية وقلبها كل شوي الى ان اشوف اطرافها بدت تتشقر وبعدين اطلحها وسوي منها ساندويشات اما البصل اقطع البصل ناعم ناعم على ايدي واخلط معها شوية سماء ليه السماء احنا نقول له سماء خلاص اخلط معها شوية سماء وحطوا داخل الساندويشات احط معها مثلا معها بطاطا مقلية ومخلل مايونيز بس اوقات اتسوي ثوم وحطوا فيه والله يطلع فنان فنان ما حب يسويه على النار وتطلع ميته ما حبه كذا يعني كمان جيت هنا للشيش طاوق شوفوا لي المنظر يا بنات العين تاكل قبل الفم ايه والله العين تاكل كله نظيف كله يعني شغل ما تحوب عليه انتي كمان سوي كذا عندك وحطي عندك بالفريزر ولا بغيت يطلعي وانتي راح تتعبين يوم واحد يعني بس بعدين والله راح ترتحي يعني تعب يوم وخلاص تبدين كذا تواصيني بيدك تسوي لها طبطبة حتى للدجاج يحتاج حنية حنو عليه مو يكفي انه انذبح المسكين يعني شايفات كذا خلاص يا بنات ولا الفريزر الحين جيت ويقوم وطبعا غسلت ايدي وجيت هنا وين جبت هنا الجبن الشيدر قالب جبن الشيدر كل ما فتحت الثلاجة مزاولني هذا من بريزيدون لتلكم افوضة الجبن الشيدر ممكن تجيبونه لذيذ دسم دسم قدم اقول لكم لذيذ خصوصا مع خبزة وكوب شاي يا الله جربوا يا بنات خصوصا انذا كان الشاي منعنع طبعا جبت القالب كذا ومعاي المقصة وقال ابدأ ابدأ اقطع القالب هو لانه كبير وكل شوي اضطر اخذ منه قطعة سالفة صراحة بس انا ايش اسوي اجيب علبة وقطع جبن الشيدر فيه مكعبات وخلاص بديت كذا بتقطيع جبن الشيدر زي ما انتم قاعدين تشوفون كذا على طول اقطع واحط بالعلبة ولا بغيت فتحت العلبة وخذيت على قد احتياجي ورجعتها اسهل طريقة واحسن طريقة في واحدة اسألتني قالت لي يا امسارة ايش افضل احسن جبن الشيدر تفضلي هذا هو قدامك اسمه بريزدن القالب صراحة اول ما كنت اخذه كانت 19 ريال الحين ارتفع الى 24 العادة الوصخة اللي ما يبطلونها كل ما يعني منتج صار عليه اقبال ارفعه سعره من قلب لذيذ خصوصا يا بنات بالفطاير حاجة من الاخر بطرة اقدر اقولك انها الذ جبنة شيدر انا ذقتها والله الذ من المراعي والذ من بوك والذ من اينكها ثانية جربيها وادعي الامسارونة جربيها وذكري امسارونة بالمرة بالمرة حلوة يعني المهم بديت كذا زي ما تشوفون قطحة مكعبات وعلى طرح نزلها بالعلبة ولا احتشت ولا بغيت فتحت العلبة وخذيت يعني على قد تحاشتي سبحان الله الحواضر من الاشياء او النواشف من الاشياء اللي تفك ازمة على العشاء تفك ازمة على العشاء تفك ازمتك على العشاء ما تريش تسوي ريح حطي جبنة حطي زيتون حطي زعتر اقلي البيض وحطيه خلاص شكرا وهذا اصلا كمان الفطور يعني مو بس العشاء خلاص قطعناها الحين والحين نبقى نسكر العلبة بعد ما قضينا وبعد ما خلصنا ما في والله زي النظام شوفوا كله على الطاولة واحدة انا عارف ان الشغل كان كثير بس عاش تسوي كله على الطاولة هذي اريد انجز وريد اشتغل يعني خلاص عبي وشكرا الحين تعالوا معاي هنا للتمر كمان انا صالفتي سالفة مع التمر زوجي ذبح لي بالتمر قال لي عبي بحطي بالثلاجة المرة اللي فات تسطته معاكم بالفريزر فرزلنا الحين هذا بالثلاجة نوعية التمر هذي اسمها برحي اسمها برحي اتوقع اسمها برحي ما عليش انا اسف يا بنات اسف والله المهم جيت هنا ابغى اطلع هذي المكنسة اللي هي من هومكس جبتها يا بنات خطيرة 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 اركضوا ركض الحين كلكم تروحوا ساكو تشترونها فضيعة 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 بتسعة وسبعين او ثمانية وسبعين ريال عليها عرض سعرها يا بنات اصلا مية واربعة وعشر ريال خذيها بدون تردد خذيها بدون تردد خذيها بدون تردد رحي اركضي خذيها الحين بتذكرين امسارة كل ما استخدمتها طبعا هي عادية المكنسة العادية اللي فيها صندوق مي بتطلع معاي بتشوفونها ان شاء الله باذن الله بالروتينات استغربت انه فيها مكانة البطارية هي طبعا تعمل بالاحتزاز قلت ابغشوف ابغشوف ايش هذي ايش اللي فيها فتستخدم هنا اربع بطاريات تمام وتتسك اردوني اوريكم الصوت كيف تشتغل بسم الله شوفوا شايفين تعمل بالاحتزاز يا بنات ما جربتها الى حين لكني متفاعلة فيها خير بس حبيت اسمعكم صوتها الحين تعالوا معاي الى وين قلت لكم شغلنا اليوم كله على الطاولة تذكرون هذول الاصايس الصغنونات اللي كنتم اخذتهم من جولي شيك ابغو انقل الصبار عليهم الصبار صغنون ابغو انقله على عصيص اكبر شوي وكمان ابغو عبيت رباح احترت صراحة مني عارف كيف عبي بس اخر شي ضبط الوضع طبعا لانها مليانة شوك فخفت انه يدخل في ايديني فكتمر حساسة في هذا الامر خفت انه صراحة يدخل في ايديني بس الحمد لله زراعته كامل وزبطته بحطه بالصندوق الخشبي هذا هذا صبار عادي والورد اللي علي بنات ترى ورد صناعي هم حاطينه فهو ما بورد عادي بس عشان يزينون الصبار يغيرون تخذينها حلو صراحة منظرها خصوصا مع الصندوق الخشبي وبتشفون ايش يسوي عبيتها تربة بديت كده بهذه اللافتة بديت احط من التراب واضغط اسألوا امسارة ايش تحب بتقولكم اني احب الزراعة شوفوا انا ماني خبيرة بالزراعة واعتبر نفسي اقل من عادية بس عندي شغف سبحان الله ما عطاني حب الأعراس ما عطاني حب الأشياء هذه الله سبحانه وتعالى يعني عطاني حب الطبيعة اهرب للطبيعة قد ما قدرت سبحان الله حتى اللي بنفسك داخلي ينجلي شوفوا لما تشوفين البحر لما تشوفين البر لما تشوفين الحدائق لما تشوفين يعني سبحان الله خلقة الله سبحانه وتعالى ما مثلها خلقة الله سبحانه وتعالى في داخل صدرك يعني زاد سبحان الله حتى النفسية تزين ولي بالله حتى النفسية تزين حتى النفسية تزين جيت كذا حطيت سبحان الله قبل ما جيب سارة كنت الحالي يعني بالقصيم وكذا فكنت كل ما طفشت أقول لزوجي خنا نطلع وانتوا بغاني تروحي خنا نروح للبر اللي بتابعاتي بالانستقرام قديم يتذكرون يقول لي يالله فخصوصا أيام الشتاء كنت أنا ويالحالنا ما معنا أطفال يعني فكنا نطلع كنا الروح الروح للبر فالروح نجمع عراجين الروح نجمع لي ذكريات والله يصور على زوجي يوم ما جينا سارونا ذكريات كثيرة فكان يقول لي يعني سبحان الله حستك تختلفين عني يعني بعض النساء البعض طبعا مول كل البعض لا تروح المول تروح ما أدري والانت لا خلنا نروح متحف خلنا نروح البر خلنا نروح بحر يعني ملاحظة أني مرتبة بالأشياء الطبيعية اللي بالطبيعة يعني الحمد لله طبعا هذا أكيد من فضل ربي علي أنا ما لي فضل وما لي لا حول بلا قوة خلاص كذا بديت أحط الأصايص أبغى أشوفهم يجون هنا ولا لا زي ما تشوفهم بالصندوق الخشب يخضتنا السواليف وبغى أبدأ إيش زرعتهم كلهم تربة حطيتهم كلهم فيهم تربة والحين أبغى أبدأ أزرع فيهم إيش راح أحط بزرع فيهم بقدونس أعفهم كزبرة فقط مرة أحط إلا كزبرة كذا بشكل عشوائي صرت أحط وأرمي الكزبرة اللي يطلع يطلع واللي ما يطلع ما يطلع من يعارف هو الله إلى الآن ما طلع شيء إلى الحين ما طلع شيء بس أكيد يبغى يطلع أكيد يبغى يطلع وبإذن الله تعالى بوريكم إياهم معاي بالفيديوهات القصيرة على اليوتيوب شايفين منظرهم وألوانهم حلوة يا بنات الجنن والحين تشوفون منظرهم وأحلى وأحلى على الطاولة عندي بالحوش منظرهم خرافي بس بالله يتسوي لي كذا فجان قهوة الصبح والدنيا تكون مرشوشة أو على أثر مطر يا شيخة والله أن حتى نفسيتك تزين إلا غصب النفسية تزين إلا غصب النفسية تزين تمام كذا وبديت عبي شايفين كيف منظرهم أشي أقولكم المنظر يجنن الصندوق الخشبي هذا كتما أخذته من دايسو من دايسو اليابان عبيت كذا الأصائص منظرها يا بنات يشرح الصدر هذاك الأصيصي على اليسار الوحيد هذاك شلت التربة اللي فيه خلاص أنا بس أبغى الصندوق ما لدي ذا كثرة أصائص عندي وبس يا بنات كذا أكون خلصت زراعة هذا الصندوق الجميل حين تعالوا معي أنا بيني وبين زوجي ثار بيني وبين زوجي دم بيني وبين زوجي شو السالفة أنا ماني عارفة دبحني بالخضرة الصغيرة دبحني دبحني نجاب لي كوسة جابها صغيرة نجاب لي بصل جابه صغير نجاب لي بندورة جابها صغيرة شو السالفة ماك أنا ماني فاهمة فكنت قاعدت له هنا هاتلي كرتونة كوسة بسوي محاشي جاي على بالي محشي الكوسة قال لي طيب شوفوا يجايب لي باللعد شون أحفره تخيلوا حفرت واحدة الثانية انكسرت شوف ما تدخل المحفارة شافات ما تدخل يعني قلت ليش ليش هتعب حالي خلاص يجيب لي ثاني يوم كوسة كبيرة واحفرها وقضينا قلت والله عاد ملي عملتها شوفوا بعد ما حفرتها انكسرت بيدي يعني حتى المحفارة أكبر فمها أكبر من فتحة الكوسة فقلت خلاص ما في مشكلة بحول الطبخة يعني إلى إيش بسوي إدام كوسة مع رز الشعيرية وشكرا لا قاعدتها بحالي ولا غث حالي والله كنت اليوم أصلا أنا من غثة كنت اليوم من غثة من غير شي يعني شايفين كذا الشغل اللي اشتغلته هذا من غير يعني لخلف الكاميرا ترى كله بيوم واحد آسفة كله بيوم واحد يا بنات فلكم أنت تخيلوا أنه جهد والله يجهد و تعب يعني لكن الله يارب يكتب أجرنا جميعا فقطعت الكوسة كذا يوم جاء زوجي قلت تعال تعال أنا بس ألك سؤال بيني وبينك ثار أنا ذا بحد من عيالك ذا بحد من حلالك ذا بحد من أهالك يش تسوي كذا وغفم تخيلوا المرة نفاتت جاب لي بصل الله لا تذكرون معاي البصل اللي جاب ليه كنت برميل بالزباع لا أستغفر الله بس نعم يتربي تطيت أني أسويه كأنه خيوط شي متعب وكميات كبيرة فايش ايش هذا أنا ماني فاهمه المهم قلت طعت الكوسة كذا قلت بسوي إدام كوسة مع بطاطا بحط معها حبتين بطاطا سبحان الله البطاطا عشان فيها نشا تزين تزين اللي المرقة تثقلها فأحبها صراحة رميت معاها كذا حبتين صغيرات قطعتهم وحطيتهم والله قال لي زوجي ممكن يكون هذا إدام سويتي إي والله قلت الحمد لله يلا ما كنينا كوسة محشي وعد ثاني يوم ما جاب لي يعني ما سويت يعني ما عملت إلى الحين ما عملتها فأستنى بإذن الله تعالى يجيب لي وبحفرها بس مشتهيتها مشتهية أكثر من الملفوف أكثر من مرقة العنب على فكرة أنا أحب الكوسة أكثر بعد الفليفلة يعني وبس والله هذه الجزئية بإذن الله تعالى من فيديو بعد بكرة بمشيئة الله بتشوفون الجزئية إيش بنسوي مع بعض إن شاء الله غرفة سارونة غرفة ملابسي بإذن الله تعالى بتشوفونها بنرتبها مع بعض يعني كذا أنا أقولكم رب اجعلني خير مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك استودعتكم الله يا رب لا تعلقني بأشياء ماهدي سلام عليكم